السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تناميذي في السنة الثالثة ابتدائي ولا حتى أولياء تناميذ مشاهدوا فينا كالعادة معكم أستاذي يسمين ويلا أبنائي وبناتي نحلوا اليوم اختبار اللغة الفرنسية للفصل الثاني يلا نشوفوا كيفاش يقدر يجيني الاختبار تعهد الفصل وكيفاش لازم علي نجاوب عليه إذن يلا أبنائي كالعادة نقلوا باللغة الفرنسية نترجموا إلى اللغة العربية ونبدأوا نحلوه في الأخير إذن يلا لتكستعي العنوان التعولتي تخيقوا لي لفوياج لفوياج معنطا الصفر إذن يلا ويقوا لي جو مابل سامي أنا اسمي سامي جي نافة معنطا في عمري جحل تسع سنوات جابيت أرويبا معنطا أسكن في أرويبا جاية في الجزائر العاصمة دمان معنطا غادن نو فياجرون مي پارون ما بتت سور سارا اموا معنطا غدوة إن شاء الله رانا رايحين انسافروا شكون الوالدين تاعي وطبعا أختي صغيرة واناية أختي صغيرة وسمها سا يلا نشوفو كيفا شح يسافروا وين حيسافروا نو سران على الايروبور pour prendre الافيان en direction de بارسلون en اسباني معنطا رانا رايحين في الايروبور اللي هي قلنا المطار وين يروحوا يخدو الطائرة وين اللي راح تكون رايحة البارسلون في اسبانيا إذن يلا نشوفو شح يشوفتم أبارسلون معنطا في بارسلون نو نوزان انستالران سوفا نستالي وروحنا وين دانز جن ميزان بخي د لابلاج معنطا الوالد تاعو ولا الاهل تاعو وين كراو كراو في منزل بجانب البار يلا مي باران لوي غان دي فيلو pour فيزيت الاباء تاعو كراو دي فيلو وش يديرو بيهم باش يروحوا يزوروا المدن تم يلا نو فيزيت غان لا سيليب ساقراد فاميلي هادي ابنائي معروفة كم احنا قولو معلم آثاري موجودين موجود في بارسلون برشلون بتحديد يعني اسبانيا في اسبانيا حابو يروحوا يشوفو انسويت نو نو بالد غان دان لباحك ال ايغو تغان لنوريتور لوكال معنطا رايحي نزورو مكان وحد اخر هاد لباحك وكذلك ندوقو الطعام المحلي ما تحبين انكتشفو كيفاش جاي الماكلة تحوم جاسبر كيليورا بوكو دسولي مانتا اتمنى ان تكون شميسة مليحة جننبا لابلوي لانني لا احبو الشيطاء سوختو باندان لفاكنس يعني خصوصا كي تكون العطلة تتاعة مفهم اذن ابنائي طبعا الاسادة راح تقرار لكم التاكس وتفهمه لكم بإذن الله يالله نشوفو لكسون كيفاش يقدروا يدوني كمخيانسان ديكري معندها فهم النص وشاوي يقولي سامي اغا ان الجيغي اسبان ولا تونيزي معندها هل هو ورايح الجزائر ام اسبانيا ام تونس اذن يالله ابنائي اللي ما تكتبت ليش ما نخيرها جنخير لي راه هي موجودة فالنص د معندها مع من سيسافر يالله كي يامغي تيل فيزيتي وش راهو حاب يشوف ما فهم ولا يزور رابن 4 رابن بار في وفو اجيب بي صحيح او خطأ يالله عندي دو فخاس سامي فا وياجي افك سام فامي معندها سامي راح يروح مع الاهل تاعو سامي نام با لسولي معندها سامي لا يحبو الشمس اذن احنشوف شكون صحيحة شكون الخاطئة اللي بعدو ابنائي 5 يقول لي بار معندها شطيب على سواء او لبي شطيب على الدخيل يالله انتند بخند راند او جرد لا دوزيما تقول لي تامبات تام ترامبل او ماند ترامبل او ماند اوكي احنشوفو ابنائي مام لو كان زاما ما نفهمش الكلمة احنعطيكم الاسوس اللي ننشوفو بيها الدخيل يالله سيس كنجوغ le verب انتر بارانتاز او فتور معندها حول الى المستقبل كل الافعال اللي هي بين قوسين يالله عندي اللي هنا ايل و اتر مانتنشوف كيفاش ندير اتر في الفتور مع ايل تو اتر كيفاش مع في تو و او او ايل و او كيفاش نحولهم والله هنا او ايمي اذا نشوفو كيفاش يجوني هكذا يالله اتر و او لازم نحافظوهم ست كلاس لسيجة دو سي فراز دون لتابلو سيجن معتها ويقولي لحنا عندك لحنا لسيجة وشو معتها ابنائي السيجة معتها الفاعل كل فاعل في الجومل التالات التالية ونحطهم بصح بيشار تشوفوا في الجدول عنده لحنا شخص إنسان أنيمو كي كون حيوان أوبجة إذا كان شي يالها ويقولي لينة نفا فا 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 سن دفا دفا الوازوه يتم بي دوني يالها اللي بعدو سبل اي بو يالها في كل وحدة الاح نشوف كوين انحطا لابخوديشون يكريت عمنا اي سهلا اوي يعطيني قالي لحنا عندك وحد للمو رملاس للمو سوليه لحنا عندنا بار ان سينونيم شوازي دون لليس سويفان اذا قال سويفان اوي يقولي لحنا عندنا شوفو جولي كامارات بان او لندروان اوكي ادن جولي معانتها شابة كامارات صادق بان جيد اندوى معانتها المكان اللي هنا لاحظوا قالوا لي في كل مرة شوفو هادي امي بو ميير وليو في كل وحدة رهم سطرة انا نعطي لها سينونيم تحا معانتها نعطي لها المراد افتحها معانتها زعمة مثلا بو اللي هي جميل وراه المراد افتحها هنا نحطه نفس الشي ليو وراه المراد افتحها نحطه وهكذا الى ان انهي الاربعة كاملة اذن يلا ابنائي نبدو التصحيح مع بعض يلا ابنائي نبدو بالسؤال اول قال لي وين رح يروحوا العائلة تعسامي ولا سامي وين رح يروح شوفو ما كتبولي لاجيغي ما كتبولي تونس اذن وشندير شوفو لسباني اذن هي اللي نحوط عليها اذن يلا قال لي معامنا نحيي اذن نقولو يل فياجي افك سي باران اي سا بتت سور لانو لهنا شوفو اش قالنا معانتا انا واختي سارة ولي بارانتا اذا نكتب الجملة كاملة باش نديع لها النقطة كاملة وش حبو يزورو اذن معانتا قصر واحد القصر يعني جميل جدا موجود وين في اسبانيا اذن وراهو نطلع 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 هاحي مفهم نو فيزيتران لا سي لاب ساقرادة فاميليا مفهم هي اللي بدو بها اللي بعد وقال هل صحيح ابن ايسامي راح هو والعائلة تعوف غي هل صحيح ما يحبش الشمس هذا سيفو اللي اهنا وشو يقول لي او يقول لي انا من حبش المطر اوكي اذن العكس اذن الاجابة التانية خاطئ اللي بعد وقال لي كما احنا نقولو نشطبو ع الداخل اذا تلاحظوا ابناء يشوفو هادي انتند هادي بخند هادي غند تلاحظوا باللي غير جغلان يمتكتبش كيف هم اذا نشطبها قلنا ماملو كان ما نفهمش الكلمة وشنو هي نفس الشي شوفوا هادي فيها الت اذا تلاحظوا باللي مانضاي بعيد عليهم ماشي تشبكع في الكتيبة هي اللي انشطبها يلا اللي بعدو نلاحظوا باللي اتخوش قلنا يل سرا افك وشن قولو يل سري افوار افك وشن قول ت اورا اوكي افوار وشن قول اوكي افك اهنا اي ا اهنا طلاحظوا باللي اتخوصوا الهنا يلا هم سيحبون هادوك الاسفار اتت يلا يلا قال لي شوفي كيكون عندك إنسان حطيه هنا كيكون عندك حيوان هنا كيكون أبجي معنتها شيء نحطه هنا إذن تلاحظوا باللي لين إنسان إذن نحطها هنا لوازو حيوان نحطه هنا أما البول مدم شيء إذن نحطه هنا يلا اللي بعدو يلا نقالاو لأتي بروشان جو فيجري أباري أفك مزامي إذن آمي وشو معنتها معنتها كامرات كينقول آمي ولا كامرات كيف كيف سي لليو وشنو هو لليو أبنائي هو لندروع كينقول مكان نفس شيء ينقول لليو ولا أندروع نفس شيء لبلو بو وشنو معنتها بو قلنا كيف كيف جولي ديومان معنتها هو المكان جميل جدا وجو باسوري لمايير وشنو لمايير معنتها لبان معنتها شابين مامان دمعفي معنتها هادا الرحلة كانت بالنسبة له أحسن رحلة في حياته مفهوم أبنائي إذن يلا هذا كان بالنسبة لاختبار اللغة الفرنسية للفصل الثاني اللي عندو كالعادة أي سؤال ولا إسف ساري خليلو في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول كالعادة بتوفيق إن شاء الله